اشتركوا في القناة ونفكر في مش في تحليل لمشهد معين ولا لفيلم ولا لعمل ولا لظاهرة على قد ما كنا بنفكر في مسألة فلان اللي عاوز يطلع يقلد علاني فلان الفلاني عاوز يطلع الخصوصية علان العلاني عاوز يبقى عمر دياب ترتاني الترتاني عاوز يبقى عادل امام رشدي ابازة رشدي ابازة وهكذا وفي نجوم كبيرة وقعوا في الفخ ده صح هبا بيعملوا كده ليه يعني ليه مبقاش انا استسهال النجاح زمان لما طلع محمد رشدي في نهاية الاربعينات ومطلع الخمسينيات كان سبق ومين عبد المطالب طبعا فطبعا لما يكون فيه مطرب كبير زي عبد المطالب بيطلع له مقلدين وبيبقى قوي يعني لدرجة انت بدرج تهرب منه يعني صعب انك تهرب من عبد المطالب فرشدي بدأ يقلد عبد المطالب فشوف بقى الاسجزة الكبار بتقول الازعالة المصرية الشجاعي والاسماء الكبيرة ياسر لها والحديدي يعني اسماء عظيمة قال له بص انا عندي انا زي عندي سوبر ماركت عندي نوع من الجبنة اسمه عبد المطالب مش هجيب نفس النوع وبيعه بيسم محمد رشدي الناس هتروح برضو لعبد المطالب دور على سكة تانية فدور فعلا بقى محمد رشدي وعارف سكته لانه عارف سكة تانية خالص برضو محمد العزبي بعدهم بشواء سغيرين نفس الحكاية طغيان مطلب كبير وارد وانه انت تقلده في الاول وارد برضو ده تأصل بس على طول في اللحظة تكتشف نفسك اذا لم تكتشف نفسك بتعيش في الظل للأبد فيه ناس عملت يعني محمد عبدالوهاب اسقار محمد عبدالوهاب نفس الكارزمة دول بيبقوا حالات مشاعة الناس تطلع تقلدهم زي الموكلسوم الناس تطلع تقلدها دي مش دي مش محسوبة بأي منطق غير طغيان الأصل فالأصل بيخلق صور الزكي اللي هو يهرب من الصورة يعني ما هي نجاة بدأت تغني نجاة في الأربعينيات كانت تغني الموكلسوم اوكي بس بقت نجاة وهي طفلة وطبع لما يكون طفلة الناس تبسط قوي انها بتغني أنا في انتظارك مثلا لكن بعد كده بتبقى نفسها وده اللي حصل مع آآ آآ أمال مهر لو تفتكر طبعا بدأت انه كلسومية للطابع طبعا حلو والناس تقبلت شوية بس ما حققتش نجومية إلا لما هربت لما بقت شخصيتها المستقلة صح هربت من فرستان ومكلسوم يعني لم يعني انتهت وقالها كيان هواها كذا عبدالحليم حافظ صبعا هو أكتر مطرب ينطبق عليه ده أنا لو رجعت الأرشيف اكتشف انه مثلا في سنة 54 عمل قنبولة اسمها على قد الشوق آآ ففي الإزاعة المصرية اكتشفوا الناس راحت اللي جاء نسمعه ده قبل التلفزيون ده سنة 60 فراحوا الإزاعة عايزين يبقوا مطربين فكلهم كانوا الخمسين واحد بيغنوا ايه بيغنوا على قد الشوق بطريقة عبدالحليم فولا حد نجح طبعا أكتر شخصية أيضا عانت من ده كان كماك حسني لو فكر طبعا غالي عليا غالي عليا أيوة وعملت له فيلم ماري كويني كويس كان اسمه ربيع الحب ومين اللي كان بيدعمه كاتبنا الكبير موسى صابري وقابوله ايه بقى شوفه عشان تعرف انه النجاح في خصوصية وفي تفصيلة صغيرة مش هادية لحن الوفاء كان فيه شادية وكان فيه حسين رياض وكان فيه من الشعراء محمد علي أحمد ده شعر مهم قوي ومحمد الموجي طبعا ومنير المراد جابوا كل المجموعة دي بالإضافة إلى لم يكتفوا هذا القدر أضافوا وقابوا جابوا المخرج إبراهيم عمارة وجابوا الكاتب محمد مصطفى سامي شوف كل العناصر اللي عملت لحن الوفاء في خمسة وخمسين عملت نفس الفيلم ده ربيع الحب في ستة وخمسين وكان فيه صحافة وقفة مع كمال حسني وكاتب كبير بحاجة من موسى صبري لا يستهان بألم وعلى الإطلاق كويس إيه اللي حصل كانت ماري كوينة نفسها كانت متعقدة معاه على ثلاث أفلام ثلاث أفلام عملت فيلم واحد خلاص السؤال بقى ودي أصلها كانت دايما قصة كثيرة الحكي هل كمال حسني ظهر في التوقيت ده لمحاربة عبد الحليم وهل كمال حسني اختفى لأنه عمصر حرب مضادة أو هجمة مضادة ومرتدة من عبد الحليم خلينا الجزء التاني بيكذب نفسه بنفسه اللي هو لماذا اختفى اختفى لأنه مداشي حق نجاح في الداخل هو كان موظف في البنك الأهلي أنا شفته قابلته يمكن من خشار سنة مرة كده في الشارع لا والله اه يا بيختك أصلاح أحبه بصاح ايوه رجل طيب بس الخطأ انه انه الانتقام ما يخلقش فن هي اللي حصل اللي ماريكويني كانت هايزة تجيب عبد الحليم في بطولة فيلم عبد الحليم من النوع اللي ما ينساش الإساءة اختزينها يعني اه فهي كان حصل فيلم اسم وفجر كان أخرج عاطف سالم عاطف سالم قال له عبد الحليم أنا هقدمك تغني التتر ووشك حيبان ووشه هيظهر في تتر في تتر فيلم اه طبعا دي كانت منامش منامش ماريكويني قالت لا وشه مش مش فوتوجينيك فعاطف قال له معلش هيبقى صوت بس فشلها ففضل شايل من اللي حكالي الوقع دي بقى رشاس كمال الطويل استاذ عاطف سالم أكدها لي لكن اللي حكالي ايه الانتقام بقى انه ماريكويني كل ما اتكلم عبد الحليم يهرب فكلمت كمال الطويل هو ليه بيهرب فسأله فحكاله الوقع قاله لا ما هي عملت كذا ولو وديتني ثلاثة أضعاف يعني كان بياخد ألف هتديله ثلاثة برضو مش هيتشترك برضو لأ فهو اللي بيطلع بناء على انك تضرب وده بيحصل كتير اولا كان حضرب وردة وطلع فلانا ما بتطلعش فلانا انا حضرب عبد الحليم ما بيطلعش يعني فكرة انه او مثلا يبقى فيه نجم في السماء وعايز تضربه فطلع لواحد تاني ولك ده بقى ايه حيزيح هيكل منه الجن اوه وحيشيرهم كل سوك ما بيحصلش عمر الانتقام ما بيخلق مبدع بيتقاتل المبدع اللي هو بيبقى نتاج معركة اه ما حد شايفها يعني بولك الكلام مرتولك ده اكيد على الشاشة ما حد شايف حاجة وما شايفين انه فيه فيلم معروض وفيه شادية اللي بيحبوها وفيه مطرب صوته مقبول والحان حلوة عملها له الموجي ومدير مراد وعمل دوتو مع شادية زي عبد الحليم برضو بالزبط لو سلمتك قلبي وديتلك مفتاح ونفس دوتو جميل والكلام حلو واللحل حلو لكن ينقصه الخصوصية فظل كمال حسني تاريخ جميل بس دي كنت التجربة الاولى والوحيدة كفيلم اه حاولوا معاه في الازاعة شوية حاجات برضو اغاني ازاعية وبتاع ربنا ما ارادش لانه لا يمتلك خصوصية بيظهر بقى ساعات توابع يعني ما هو التلباني بشكل او باخر احد التوابع انه يطلع حاجة شبيهة ما فيش خصوصية مهر العطار يطلع كده التوابع محرم فقد لقى كان عنده خصوصية محرم صوت لديه خصوصية محرم فقد صوت مهول بالمناسبة مهول اه طبعا وعنده خصوصية يعني الموجي لما لحن له عمله حاجات ما يقولهاش عبدالحليم بس هل محرم فقد خد حظه محرم فقد بيفتقد فن قيادة الموهبة يعني لدرجة تحولك حاجة في مشكلة عند محرم فقد انه انه عبدالحليم بيعرف فيه لحن بالمناسبة لكن عمره ما لحن ام كلسوم بتعرف تلحن لحنة لحنين وما كررتش التلحين واخد بالك مش اي يعني انديل عمل لحنين تلاتة حلوين لكن تلاقي رصيد انديل داخل فيه محمود الشريف وإحمد صدي وكمال الطويل والعبقرة دولك والأوراد السنباطي وكذا مشكلة محرم انه قرر ان يلحن لنفسه وقالك ايه الموجي وايه الطويل وايه بليغ انا اللي هلحن فتلاقي فحبس موهبه في إطاره الخاص اه هو صحيح ما قدرش انكر عنه قدرته على التلحين لكن ما قدرش اقول انه هو ملحن بموهبة الاسماء اللي قلنا عليها فهنا برضو سببه ايه اللي خلاه بعد رحيل عبد الحليم هو كان في متصور عندما يموت عبد الحليم في 77 هو اللي همسك الراية ممسكش الراية لانه بدأ يلحن لنفسه كان ممكن يلحن لحن ويسيب خمسة للموجي وبليغ والطويل ما حصلش فدي المشكلة دي بقى حواديد حلوة صحيحة يا كما عشرة دقايق او هم تسع داق بالظبط يا عمر بس ماشي في التسع داق دول قلنا برضو كلام مهم جدا اعتقده سوف يثير جدلا خصوصا فيما هو متعلق بعبد الحليم حفظ وكمال الحسني رحمة الله على أستاذ عبد الحليم اظن كده كمال حسني لا لا مات من زمان مات مات ارحمه ايضا فخلونا لازم نكمل الحدوتة دي في لقاء وعايز اقولك الصدفة بقى الصدفة انه مات في ذكرى عبد الحليم فبرضو حتى في الموت حتى الموت عبد الحليم خد منه الكاميرا شوف بقى شوف القدر سبحانه الله ده بفكرني با وفاة مونير مراد رحمة الله علي بالمناسبة برضو مع السادات مع وفاة السادات رحمة الله علي وبالتالي بش حد حضر الجنازة بتاعت مونير مراد على كل او قليل يعني بش حد حضر هو الاسف خلص اللقاء بس احنا لازم هنكمل بإذن الله وكده العمر الاسبوع اللي جاي كده في اللقاء ده القادم مع كاتبنا ونقدنا الكبير استاذ طرق الشناوي لحد كده خلصت الحلقة ده يكون موجود معاكو كريم رمزي رقم عشرة اما انا فنستقبلكم في الاسبوع الجديد ان شاء الله سلامات موسيقى